بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أي مؤمن يريد في هذه الحياة النجاة يوم القيامة والنجاة يوم القيامة هي بدخول الإنسان إلى الجنة والنجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى هذا المعنى يوضحه الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز لكن الناس في الجنة ليسوا كلهم في درجة واحدة الناس في الجنة متفاوتون في الدرجات وأعلى هذه الدرجات هي أو ذلك المقام الذي فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث اليوم بشئة الله تعالى عن عمل من الأعمال وعن عبادة من العبادات التي بها تدرك ذلك المقام وأن تكون مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام أنك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة سبب من الأسباب التي بها يرافق المسلم نبيه صلى الله عليه وسلم في جنة الله عز وجل لكن في البداية الله سبحانه وتعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بما كانت وحده في هذه الجنة ميزه الله سبحانه وتعالى بذلك المقام المحمود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة وده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن الإنسان دوما يردد خلف المؤذن ويدعو بهذا الدعاء فمعنى هذا الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام له مكان خاص به عليه الصلاة والسلام ومعنى المرافقة إنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم إنك تنظر إلى رسول الله إنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إنك تكون مجاورا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة من هذه الأسباب التي بها يصل الإنسان إلى تلك الدرجة العظيمة محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لذلك سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه يقول إن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله يا رسول الله متى الساعة متى يوم القيامة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها ماذا فعلت ليوم القيامة حتى تسأل عن هذا اليوم أنت مستعد اليوم القيامة فعلا قال الرجل يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة ما معنى الكلام ده إنه كان لا يصلي ولا يصوم لكن كان قليلا في الصلاة والصيام من النوافل من السنن ليس من الفرائض ما أعددت لها كثير صيام ولا كثير صلاة غير أني أحب الله ورسوله هذا ما يفعل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك وهو راوي هذا الحديث يقول فما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت ثم قال رضي الله عنه أرضاه فإنا نشهد الله عز وجل أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأتمنى أن أحشر معهم بحبي لهم وإن لم أعمل بمثل عملهم ونحن نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أصحابه أجمعين ونرجو من الله عز وجل أن نحشر معهم بحبنا لهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم هذا الأمر مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة سبيله محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدل عليها والذي يترجم تلك المحبة إنك تمتثل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إنك تفعل ما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام قدر استطاعتك وأن تجتنب وتبتعد عن كل ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قرآنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كان رجاء كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سيدنا ربيع بن كعب بن الأسلمي رضي الله عنه أرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ويخدم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحسن في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكافئه على ذلك تمنى علي يا ربيع أطلب وتمنى أي شيء تريده سأحققه لك سيدنا ربيع بن كعب رضي الله عنه أرضاه في أحد الروايات يقول فنظرت في أمر نفسي ونظرت في أمر الدنيا فعلمت أن الدنيا منقطعة زائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر آخرتي فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة لا يريد غير هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك يا ربيع تريد شيئا آخر قال هو ذاك يا رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود يعني الإنسان إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هديه ويمتثل سنته عليه الصلاة والسلام ويفعل ما كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام ويبتعد عن كل ما يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو السبيل وتلك هي العلامة التي بها تثبت أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فعلت ذلك فأنت مستحق لتلك البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يرزقنا رؤيته وأن نكحل أعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا دعائنا أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته